محاضرة اليوم راح نتحدث عن بعض التطبيقات او الاشياء المشتركة ضمن تطبيقات الأوفيس راح نتحدث عن شون الأوفيس الواجهة اللي تخص الأوفيس 2010 الخصائص المشتركة العمليات المشتركة الطباعة والمفاتيح الشورتكي او المفاتيح المختصر اللي ممكن استخدمها مع كل هذه التطبيقات الأربع لتخص الأوفيس المايكروسوفت أوفيس اهنا نعرف هو مجموعة تطبيقات ذات شعبية واستخدام واسع اهم هذه التطبيقات هي الورد والأكسل والأكسز والبوربوينت بحيث كل الشركات والدوائر تحاول تطلب من موظفيها أنه يجدون هذه التطبيقات أو كيفية استخدامها حتى يتمكنون من إداء أعمالهم بصورة صحيحة وهذه أغلب الشركات حاليا أصبح الشرط الأساس أنه يكون الموظف اللي يتقدم إلها عنده معلومات عن كيفية استخدام هذه التطبيقات ولو بشكل مبسط حتى ممكن يتماشى بالعمل مع هذه الشركة أو حتى تقبله أنه يكون موظف عندها الواجهة اللي تخص الأوفيس أو تطبيقات الأوفيس نحن كل التطبيقات سواء الورد أو الأكسل أو الأكسل أو البوربوينت راح نلاحظ بها هذه الواجهة ونشوف بها أجزاء أساسية دائما هي متكررة مثل رابل الشريط اللي يحتوي على الأدوات الرئيسية اللي تخص التطبيق كذلك التاب اللي يحوي على الأدوات الأساسية اللي تشمل الفايل والأدت والهوم وبقية الأدوات أو الأشرطة أو ما نعرف أحياناً نسميه بشريط القوائم كل أي قائمة من هذه بها مجموعة من الأدوات ممكن نطبقها على التطبيق مالتنا كذلك عندنا فقرة القروب اللي يتشمل هذه العناصر اللي تخص كيفية الترتيب للنصوص أيضاً عندنا داي لوك بوكس وهو هذا السهم اللي نشوفه موجود بالأسفل اللي من خلاله ممكن الضغط عليه راح تنفتحنا نافذة جديدة بيها معلومات أو اختيارات أكثر إذن أغلب تطبيقات الأوفيس أو أكثرهم أربعتهم موجود بيها مثل هذه الأشرطة أو هذه الأدوات يعني موجود الربين الشريط موجود التاب موجود القروب موجود الديلوك بوكس مثل ما نشوف بهذه الصور توضحنا التقسيمات الأربعة هذه أيضاً لو نشوف التاب ونشوف فقرة فايل راح نشوف هاي الفقرة موجود بها مجموعة من الأدوات اللي هي موجودة أو الاختيارات اللي تشمل الـ Save والـ Open والـ Save As هذه كلها موجودة بكل التطبيقات من خلال قائمة فايل كذلك ضمن شريط القوائم نشوف هذه الأشياء المشتركة موجودة مع كل التطبيقات هنا نعم ويا الأكسل وهذا ويا الـ Word شوف تقريباً نفس الأدوات موجودة ضمن شريط القوائم أيضاً قلنا ضمن قائمة فايل ضمن قائمة فايل نشوف هاي الأوامر أو الاختيارات اللي موجودة ضمن كل التطبيقات اللي هي الـ Save والـ Save As والـ Open والـ New كلها موجودة ضمن التطبيقات كذلك الطباعة والـ Help كلها موجودة ضمن كل التطبيقات أي فايل ندخل عاية ضمن الـ Word الأكسل الأكسل راح نشوف هاي الأوامر أو الاختيارات موجودة ضمن هذا أو ضمن هذه القائمة ضمن التاب عندي قائمة الوصول السريع هذه القائمة بها موجود الأدوات اللي أنا ممكن أريد أوصلها بسرعة بدل ما أروح إلى File وألقي New وOpen وSave لا هذه ممكن ألقيها موجودة أمامي فأوصل لها مباشرة وأنثل هذه وين موجودة أو هذه العلامة شوف هنا هذه وذني الأدوات اللي موجودة بها أنا فعلتهم أصبحت موجودة أمامي بحيث ممكن أروح إلى مباشرة هذا Save بدل ما أروح إلى File وأروح إلى Save لا أنا ممكن يكون موجود أمامي وأقدر أشتغل ب مباشرة يعني أي جزء أو أي اختيار أنا أريده مجرد ما أفعله سهذه الـ New ما أريدها اللغة الـ Open ما أريدها أيضا اللغة Print ما أريدها اللغة بقيت بس دولة إذا أريد أرجعهم مجرد ما أخلي علامة الصح أمامي راح يرجع فإذن هذا هو شريط الأدوات السريعة أو شريط أدوات الوصول السريع يكون موجودة أمامي من هذا المكان أنا أقدر أفعلها من هذا السهم أي شيء أريده أضغط عليه وخلي قدامه صح حتى يظهر أمامي إذن هذا هو شريط الوصول السريع الشورت منيو أو القائمة المختصرة هذه القائمة المختصرة وين ألقيها راح أشوف من هذه القائمة أشكال يعني لو ضغطت على مكان الكتابة وكليك يمين راح أشوف القائمة اللي موجودة تختلف عن القائمة لو أنا ضغطت على صورة الأدوات اللي تظهر لضمن القائمة مع الصورة تختلف عن القائمة اللي تظهر لي مع الكتابة يعني محتوى الشريط هذا راح يختلف حسب المكان اللي أنا ضغطت عليه أنا ضغطت على الشريحة الشريط اختلف الصورة شريط مختلف الكتابة أيضا شريطها يختلف إذن هذا الشريط راح يختلف بمحتوى حسب المكان اللي أنا راح أضغط عليه أو حسب المكان اللي أنا أريد أتعامل وياه التلميحات أو شاشة التلميحات هذي وين ألقيها هذه الشاشة أو شون الصير إلي هذه الأدوات هذه كل أدات بس أخلي الماوس عليها راح تنزل لشاشة توضح لي معنى هذه الأدات شنو ومجرد ومجرد ما أحرك الماوس على الأدات راح ينطيني تلميح أو كلام عن هذه الأدات شنو معناته إذن سكرين تب معناته تلميح عن الشي اللي أنا إذا أشر عليه حتى ينطيني شنو معناته شون أقدر أستخدمه إذا كان هناك مختصرات إليه أيضا ممكن أستخدمها فإذن سكرين تب معناة تلميح عن الجزء اللي أنا إذا أشر عليه ضمن شريط القوائم أو شريط الأدوات أي من هذه الأدوات أشر عليها ينطيني معلومة إذن هو هذا شاشة التلميحات أو سكرين تب أيضا من الأشياء المشتركة بكل الشاشات ممكن أشوف minimize أو max أو close أو resize resize هذا الاختيار الأول شون أقدر أوصل له هذا الشريط الأحمر بالماوس بالماوس أضغط على الشريط الأحمر وأحرك ممكن أكبر الجوانب ممكن بالزاوية بكل الاتجاهين إذن الاختيار الأول resize window ممكن أسحب الشريحة ماتي من خلال الضغط على شريط العنوان وبعدين أقدر أنا أتحكم بها max هو هذا اللي إحنا سوينا يعني بعد ما صغرناها ممكن أصغرها ممكن أكبر الماكس و المنمائز هو تصغير النافذة إلى الأسفل أضغط عليها ترجع الشاشة إلى شكلها أغلاق عندي هذا الأكس اللي من خلاله أغلق هذا التطبيق ماتي أو النافذة يعني عندي هذه الاختيارات أقدر أتعامل من عدها سيد سيد الله هت العفو سيد شكرا